كلموني من نسبة المنحة الواردة كنتوا مدعوين في الجامعة الالمانية مش كده عملتوا ايه قدمت لنا منحة وعرضت علينا الكليات المتاحة عندها منحة للدراسة خارج مصر ولا داخل مصر؟ داخل مصر داخل مصر داخل مصر تمام بس هو النظام هناك بيكون فيه زي وكده يعني عرضوا علينا الكليات المتاحة وكده انت طبعا نوعي على طب ولا نوعي على ايه؟ اه طب بباشر ان شاء الله ان شاء الله المنحة اللي جاتلك دي وضعها ايه؟ انا بفكر لسه في الموضوع وباشوف المميزات والعيوب وكده هل منضمناها كلية الطب؟ لا على الاسر كلية طب مش موجودة في المنحة وموجودة من الجامعة عادية بس فيه مجالات تانية يعني مجالات مستقبل يعني زي؟ اه فيه تكلم عن الزكاء الاصطناعي تكلم عن الحاجات في البيزنس وحاجات كده هل ممكن تغير يا امالك وطموحاتك من كلية الطب لكلية اخرى؟ والله انا لسه مدرسة المميزات والعيوب ومشوف كده انا لسه عايز اعمل ايه؟ لكن الفكرة قابلة للتفكير او لسه نفكر يعني يعني مش لا انا لان استعيض عن الطب بشيء دي مش موجودة اه يعني ممكن ممكن تمام ايه اللي اقدمو لك النهار ده في الجامعة الالمانية؟ اه هو الاسف المنح اصلا بتهتم اكتر بالتخصص العلمية نعم وعلم الرياضة وعلم علوم وكده فالكلية الادبية مش متاحة الا مثلا مثلا ثلاث كليات او كده فلسه هدرس برضو الجامعات التانية اللي قدمت منح وهشوف بقى تمام لكن بغض النظر عن الجامعة الالمانية انت كان اصلا طموحك لدر علوم او تمام ايه اعلى كلية في ادبي؟ اظن سياسة وقتصاد واعلام ما كانش في دماغك خالص لا خالص سبحان الله ايه يعني انت من البداية ترجع در علوم اه ما شاء الله اللهم بالي واللأسرة في البيت مع رأيك ولا بقولك لا ممكن تخش سياسة وقتصاد لا الاسرة في البيت الحمد لله ما فيش اي ضغط وفيش اي يعني براحتك عميل انت عايزاه حتى انا اختي اصلا التوأم المعلوم ما شاء الله وانا دخلت ادبي ما فيش اي ضغط علي ولا علي كل واحد يعمل اللي هو عايزه فالحمل الله ما شاء الله اللهم بارك اه نفس السؤال اللي سألته الجنة هل حسها ان النقاب عائق في التواصل بين الطالب والاستاذ؟ ابدا يعني اصلا انا فيه مواد نزلتها في السنتر المدرسين كلهم عارفيني بالاسم يعني حتى تلو منين؟ من مدينة نصر من القاهرة قاهرة تمام حتى فيه مدرس اصلا عنده يعني احنا نحن نعرف سنتر اصلا فيها مئات الطلبة ان شاء الله فكنت دايما بعض في الاول وفيه حتى مدرس منهم مستر محمد صلاح انجليزي قال لي انت ان شاء الله تطلعي من الاوائل وهتبقي سندلية بعد كده يعني ان شاء الله ان شاء الله وكل المدرسين عارفيني وفيه تواصل ما بيني وما بينهم وانا اصلا من اول السنة يعني هو انا موقتش متوقع اطلع من الاول بس قامنا اول السنة بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان اطلع من الاوائل ومش عايز اثبت لحد بالكلام ان النقاب مش عوائل انا كان نفسي انا اكون النموذج العملي اللي يقول ان النقاب مش عوائل ما شاء الله اللهم بارك لما بتسمعي في الاعلام ان هو بيروجه على المنتقبات كلام مش كويس وان هم يعني منعزلين عن الدنيا واصحاب افكار رجعية وافكار متخلفة وما الى غير ذلك وان النقاب يعيق التواصل ما بين الطالب والاستاذ وما بين الاستاذ والطالب انت في يوم الايام ان شاء الله ربنا اكرامك واصبحت الاستاذة جامعية وما شايفين ان حتى ده بيعاك التواصل في توصيل المعلومة من الاستاذ الطالب كنت بتشوفي ده ازاي؟ والله هنا كنت بشوف ده اصلا ده فئة بسيطة من المجتمع يعني انا لو ما بختلت بالناس ما فيش اي السورة النموطية دي مش موجودة عند العامة يعني دي بس تبقى فئة متصدرة على الشاشة فبتبدأ انها تنشر الافكار دي فاحنا بنتخيل انها منتشر اول لكنها مش كده في الحقيقة كمان لما فترة جائحة كورونا الناس كانت لابسة كما مات وما كانتش بتعيق التواصل خالصا ولا حد يقدر يقول ان ده تعيق التواصل وحتى لو ده تعيق التواصل فده الدين اللي عز وجل لا حابب يعملوا يعملوا ول lyingun لكن في حاجة مثبتة علميا هل في حاجة تقدر تقول ان ان ده ده غلط ده بيمنع التواصل ده بيقلل فعالية التعليم لمفيش حاجة مثبتة علمية فوق العلمي لا أبدا يعني هو أنا مثلا كنت قاعدة مثلا بلبس النقاف شوية وبذكر شوية ما فيش حاجة لسنا كده صحيح حسنت جزاكم الله خير وكمان احنا ما بنقدم للمجتمع نماذج عملية من طلبة منتقبات طالبات منتقبات وإن شاء الله في مستقبلنا القريب بإذن الله نفخر بكم كأسازة حتى في الجامعات ويا ما شفنا أسازة الجامعات منتقبات في كلية الطب وغيرها من الكليات سواء كان ده في الأزهر أو حتى في التعليم العالي فجزاكم الله خير وإحنا نبرك لكم مؤلف ألف مبروك